اشتركوا في القناة الغلاف لاحظوا الآن كم معنا صفحات لاحظوا أنه كم معنا صفحات هنا اثنين من اثنين يعني الآن معي صفحتين لو أردنا عمل غلاف لهذه الصفحات لو مثلا لاحظنا وضغطنا مرة ثانية وعملنا كتر الانتر أضاف لي مجموعة من الصفحات كتر الانتر الآن معي 6 صفحات ممكن نختار مثلا غلاف محدد لاحظوا معي أنه معي 7 صفحات الآن لو أضفت غلاف بروح أختار مثلا مجموعة من الانمطة الجاهزة مثلا بختار هذا الشكل الآن أضاف لي أصبحت 8 أو 8 صفحات الأولى منها غلاف طبعا في حالة مثلا التعديل على صفحة الغلاف طبعا هذه عبارة عن صورة نستطيع أن نحذفها بالدليت ونضيف صورة ونخليها من خلف النص أو نضغط على الصورة هذه نفسها ونضغط من هذا المكان اسمها تغيير الصورة نرح نحدد صورة معينة مثلا من هنا منارة وستمسدها بنفس المكان هنا تغيير هذا الشكل تشيء تغيير اللون على هذا المربع نقرتين ومن تنسيق أو تغيير اللون الذي يتناسب معاك أو تغيير مثلا أشكال إضافة أشكال معينة تغيير أي شيء مثلا إضافة عبارة معينة إضافة نص طبعا كذلك نحن نتعرف إن شاء الله اليوم تعرفنا على موضوع الغلاف بقى معنا من موضوع أشكال نتعرف شيء مهم حاجة اسمها من أشكال إضافة مربع نص هنا مربع نص تضغط عليه ورحت تضغط في هذا المنطقة وكتبت مثلا أي عبارة معينة مثلا الجمهورية مثلا اليمنية ظللت على النص الداخل وكتر الدال تكبير الخط مثلا هنا مثلا إنتر وزارة التعليم العالي تمام والبحث العلمي أوكي حتى مربع نص أشيغل غير من مربع نص سهولة موضوع النقل التعامل مع النص طبعا هذا الآن صبعا الآن دخلت عملت كترة تحديد الكل كترة قلنا إضافة اسمها مربع نص تمام أو إضافة نفسها للأشكال مثلا في الشهايد وغيرها مثلا أو الكتابة داخل طبعا لإضافة أي مثلا من هذه الأشكال أو الكتابة داخلها مثلا السحبة ضغط عليه بالأيمن مكتوب هنا إضافة نص يتم كتابة أي نص لأنه شكل عادي أما بالنسبة لمربع النص تلقائيا أول ما أضيفه نلاحظ أنه المؤشر يتم تحدده داخل المربع النص أما بالنسبة ما بقى معانا من حيث اسمها مخطط كيف نضيف مخطط معين مثلا أنا أريد أضيف مخطط مثلا رسم مخطط مثلا إحصائي معين مثلا أخترت هذا الشكل شكل عمودي مثلا هذا الشكل أضفت تلاحظون ويش ظهر لي شكل يظهر لي الآن شكل معين أو مخطط معين فيه مجموعة من السلاسل مجموعة من اسمها من الفئات طبعا في هذا الحال المخططة هذه الآن هي عبارة عن جداول إحصائية يتم التعامل معها لعمل إحصائية معينة طبعا لله يظهر لي الآن أضاف لي الشكل بالإضافة إلى هذا الشكل أضاف لي فتح لي ملف أكسل في قائمة الفئة الأولى الثانية الثالثة الرابعة قلزوا هذه الفئات اللي هي هذه فئة ثنتين ثلاثة أربعة مثلا أبحث عن فئة معينة مثلا أنا أبحث عن مثلا الوفيات بأقوم مثلا عن الشياء فئتين فئة الذكور والإناث بروح أحذف اللي هي ثلاثة مثلا أربعة وثلاثة بحيث تبقي معي الفئات ذكور وإناث هنا السلاسل مثلا أخلي مثلا الأطفال أخلي مثلا هنا أنا شباب هنا الشيوخ بحيث أن يتم تحديلها وظهورها في هذا المكان السلسل رقم واحد مثلا الشباب كم نسبة الوفيات مثلا من الشباب كم نسبة الوفيات بالنسبة للأطفال كم الوفيات بالنسبة للشيوخ بالنسبة للذكور أما بالنسبة للإناث مثلا كم عدد الوفيات من الذكور يعني من الشباب كم من الأطفال كم من مثلا هنا الآن قلنا أطفال شباب شيوخ أطفال شباب شيوخ طبعا إذا عدلتها تتم تأديلها من هذا المكان طبعا بالنسبة للموضوع المخططات خلصنا موضوع المخططات ننتقل الآن إلى موضوع جديد ما زلنا في قائمة إدراج وفتحنا الآن حاجة اسمها الرأس والتذيل الآن لاحظوا معي الآن حقي الصفحات بهذا الشكل أنا الشيء مثلا أضيف مثلا هنا في حثن من الملازم يتم مثلا كتابة فوق عنوان المحاضرة أو الملزمة بهذا الشكل بالرأس الصفحة وكمان مكتوب في أسفل الصفحة يعداد الطالب فلانا أو إشراف الدكتور بس تلاحظوا أنه مكررة في جميع الصفحات هذه تم إعدادها من قبل الرأس والتذيل أمثلا دخلت منطقة اسمها الرأس ضغطت على مثلا أخترت هذا الشكل الآن نلاحظ أنه هذا الشكل تم تطبيقه على جميع الصفحات مع عدل غلاف الآن تم إضافة الرأس الصفحة هذه المنطقة لجميع الصفحات لو رحت الآن أنا مثلا وعدلت مثلا في هذا المكان قلت مثلا هنا الحاسوب الحاسوب تلاحظوا أنه إيش؟ أنه بدت تكرر في جميع الأماكن عملت الصفحة الرئيسية وروحت مثلا قلت تكبير الخط وقلت مثلا غيرت اللون نلاحظ أنه أي تنسيق الآن تم تلاحظوا أنه تم تطبيقه على جميع الصفحات رحت مثلا كتبت هنا مثلا اللي هو مثلا المحاضرة الأولى المحاضرة الأولى أو الثانية أو كلا لحظوا أنه تم تعديلها أو إضافتها في جميع الصفحات كذلك في منطقة اسمها التذيل لو رحت مثلا كتبت هنا إعداد الطالب يعني إعداد الطالب فلان إشراف وعملت مسافة space space وقلت إشراف الدكتور وروحت مثلا هنا في هذه المنطقة وعدلت وسحبت الآن نلاحظ أنه أي شيء هذا الآن أضفت إش؟ تم إضافته في جميع الصفحات في التذيل عفلنا في منطقة اسمها الرأس والتذيل كيف أخرج من الرأس والتذيل؟ أضغط في وسط الصفحة في هذا المكان النقرتين للخروج من الرأس والتذيل لو أردت فيما بعد أتب مثلا الآن عملت كترة الإنتر صفحة جديدة رحت إشيكتبه الآن في رأس والتذيل رح أضغط مباشرة في هذه المنطقة نقرتين فتح لك منطقة اسمها الرأس واكتب أي شيء أي شيء تكتبه الآن يتكرر في جميع الصفحات إذا أردت موضوع إيش إضافة مثلا عنوان معين لجميع الصفحات أو التعديل على هذه مثلا نقرتين عليه ورحت إشيكتغط على هذه المنطقة وغيرت مثلا في الألوان مثلا اللون البرتقالي هذا قلت له مثلا من تنسيق وروحت قلت له مثلا أنا اشتي مثلا اللون مثلا البنفسجي هذا مثلا أو الأزرق يتم التعديل عليه من جميع ليش في جميع الصفحات هذه منطقة ما يسمعها إش من إدراج حاجة اسمها الرأس والتذيل أما بالنسبة لإضافة اسم رقم الصفحة طبعا هنا الآن نروح حاجة اسمها ترقيم الصفحة يقول لك هنا الترقيم في أعلى الصفحة أو في الأسفل نحن نقول في الأسفل هل تريد في الأيمن في الجانب الأيمن ولا في المسطفة ولا في الإسار طبعا في معانا مجموعة من الأرماط والأشكال الجاهزة مثلا لموضوع الترقيم الصفحات روح مثلا اخترت هذا الشكل مثلا اخترت هذا الشكل الآن نلاحظ أنه أنضعف الآن اللي هو ليش الشكل لجميع الصفحات روح تكبرت الصفحة مثلا وشتي أشوف شوف الآن هذا رقم كم الصفحة رقم أربعة تم ترقيم تلقائيا من تلقاء نفسه خمسة كم عد معي صفحة ثمان يتم ترقيمها إلى ثمانية الآن مثلا نضل عليها تغط عليها مثلا نقضيها غير في حقه تنسيق مثلا غير لون أحمر روح تغط على النص اللي داخل الرقم ونسقته مثلا من الصفحة الرئيسية وقلت له مثلا اشتي يكون أسود ويكون حجمه يكون غامق تمام بهذا الشكل طبعا الآن نلاحظ أنه تم إضافة الترقيم للصفحة هذه في جميع سبعة ستة خمسة أربعة هكذا طبعا بالنسبة لموضوع الترقيم الآن بالنسبة لإدراج تقريبا إحنا مخلصين فيما خلصنا على الأشياء المهمة طبعا هنا مربعة نص جاهزة لإضافتها مثلا إلى أعداد مثلا زي هذا مثلا شكل معين مربع نص مثلا إضافة تقارير أو أشياء الآن إحنا خلصنا في هذه الموضوع الجزئية موضوع الإدراج أو نتذكر بس باقي معانا الشيء من الاختصارات مثلا في معانا علامة الألت مع التاب طبعا أو الكترل مع الدي كترل مع الدي إظهر سطح المكتب مثلا ضغط على العفو كترل مع الدي هذه كترل مع الدي عبارة عن محليسة الكترل وإنما هي علامة الويندوز مع حرفة D علامة الويندوز يظهر سطح المكتب أو يرجعها في القائمة علامة الويندوز مع حرفة D تم تعديلها علامة الويندوز هذه كترل C كترل B إذن كترل عفوا علامة الويندوز مع حرفة D يظهر سطح المكتب مهما كانت النوافذ المفتوحة ينزالها مرة واحدة أو مرة ثانية علامة الويندوز مع حرفة Tab الآن نلاحظ أن تنقل بين الملفات المفتوحة بشكل الشلال بهذا الشكل لامة الويندوز مع التاب فتح الملفات التنقل ما بينهما بشكل إذن كترل أما بالنسبة الآلت مع التاب الآلت مع التاب عرض الملفات المفتوحة بشكل وفقي لا ننسى موضوع كمان اللي هو التمارين نشوفها مع بعض مضافة غلاف للمستند إضافة مخطط إضافة رأس وتذيل الصفحة قم إضافة خمس صفحات ورقم صفحة نشوفكم إن شاء الله في الجزء الأخير من البرنامج الورد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته